اهلا بكم في الموجز الرياضي استقبل رئيس الهيئة العامة للرياضة الامير عبدالله بن مساعد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم الجديد عادل عزت وعضاء مجلس الادارة وتمنى لهم التوفيق والنجاح في مهمتهم المقبلة رئيس الحكم من خافة الله وصوتهم من خافة الله في جميع اعمالهم وانهم في اندية صوتتهم واندية صوتت ضدهم ومن المفرد انهم يعاملون ان اصبحوا رأساء الجميع اللي صوتوهم ولمان صوتوهم فعليهم انهم يكون عادلين هي فترة وجودهم اربع سنين الان هم في دخولهم يمكن ان يكون عندهم مؤيدين ستين في المية قد نقول مصد الرياضي واربعين في المية معهم معهم والستاذ احمد عيد قدم الكثير كلاعب وكإداري وكرئيس الاتحاد وبالرأي من ان اتحاد الماضي لم يكن لرضى من الجميع وكان عليه ملاحظات من الناس كثيرين فانا للستاذ احمد عيد استحق التكليم اعلن رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل عزت عن اعادة هيكلة اتحاد الكرة خلال تسعين يوما واكد خلال المؤتمر الصحفي عقب الاجتماع الاول لمجلس الادارة الجديد انه سيعمل بكل طاقته لخدمة الكرة السعودية اشكر صاحب السمو الملكي الامير عبدالله بن مساعد على استقباله لمجلس الادارة اليوم خلال اجتماعنا ذهبنا الامير وسلمنا عليه وكانت كلماته محفزة للجميع ومشجعة للجميع على استمرار الانجاز ان شاء الله والبدء بقوة في عملنا كثاني اتحاد منتخب التي بدأت فترة بداية من 1 يناير 2017 طبعا اليوم اول اجتماع مجلس الادارة كان بحضور جميع العضاء واثرنا انه نقوم باجتماع سريع بعد ثلاث ايام من انتهاء عملية الانتخابات لاغراض كثيرة الغراض الاول وهو الموافقة على تعيين الامينة العام والمدير التنفيذي لاتحاد السعودي لكرة القدم وقد تم خلال هذا الاجتماع بمباركة جميع العضاء وتم تعيين الاستاذ عادل البطي كامين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم قرر مجلس ادارة الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الاربعاء في اول اجتماعاته انشاء غرفة عمليات خاصة لمتابعة قضايا الاندية السعودية في الفيفا والاتحاد الاسوي برئاسة نائب رئيس الاتحاد ياسر المسحل واعلن عادل البطي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب الاجتماع عن تكليف الحكم السابق مرع العواجي برئاسة لجنة الحكام مع رفع سقف الاستعانة بالحكام الاجانب لكل نادي ليصل لثمانية اطقم بالموسم بالاضافة الى استمرار عمل لجنة المسابقات برئاسة خالد المقرن ولجنة الاحتراف برئاسة عبدالله البرغان حتى نهاية اعداد الهيكل التنظيمي للاتحاد كما اقر المجلس تكليف رئيس الاتحاد بالاشراف على المنتخب الاول ومنحه كافة الصلاحيات دون التعديل على البرنامج المعد للمنتخب ينطلق معسكر المنتخب الوطني الاول لكرة القدم غدا في العاصمة الاماراتية ابو ظبي ويستمر حتى الخامس عشر من يناير الحالي وذلك ضمن البرنامج الاعدادي للاخضر للتصفية الاسيوية المؤهلة لكأس العالم وسيكون تجمع اللاعبين في مقر اقامة المنتخب الوطني في العاصمة الاماراتية ابو ظبي في الفترة المسائية وسيخضع كافة اللاعبين لفحوصات طبية فور وصولهم الى مقر اقامة المنتخب من قبل الجهاز الطبي من اجل وقوف على جهزيتهم وينتظر ان يخوض الاخضر مواجهتين وديتين الاولى في العاشر من شهر يناير امام منتخب سلوفينيا والمواجهة الثانية امام منتخب كومبوديا في الرابع عشر من الشهر ذاته يحتضن ملعب وايت هارتلين ديربي لندن بين توتنم وضيفه تشلسي المتصدر مساء اليوم في ختام المرحلة العشرين من الدور الانجليزي وسيسعى المدرب الايطالي انتونيو كونتي جاهدا لتحطيم الرقم القياسي لعدد الانتصارات المتتالية في موسم واحد لاربعة عشر فيما يأمل اصحاب الارض لتقليص الفارق النقاطي الذي يفصلهم عن البلوز حيث يحتل المركز الرابع متأخرا بفارق عشر نقاط عن تشلسي ويملك التوتنم تسع وثلاثين نقطة من تسع عشرة مباراة يستهل ريال مدريد مشواره في ذهب دور ثومن النهائي من مسابقة كأس إسبانيا أمام ضيفه إشبيليا مساء اليوم على ملعب سانتياغو برنابيو وسيصطدم الريال بإشبيليا ثالث أفضل فريق في الليغة الإسبانية هذا الموسم الذي سيحاول إيقاف سلسلة النتائج الجيدة للنادي الملكي الذي لم يخسر منذ مباراة ذهب ربع نهاء دور الأبطال أمام فولفسبورغ في السادس من إبريل من عام 2016 وسيسعى الريال للحفاظ على هذا النسق الجيد في النتائج خلال مواجهة الفريق الأندلسي